في الحلقة السابقة تكلمنا عن سلامة الصدر هو خلق عظيم من أخلاق الإسلام وقلنا أن الله سبحانه وتعالى مدح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحهم بسلامة قلوبهم من الحقد والحسد والشحناء والبغضاء أي لا يحقدون على أحد ولا يحسدون أحدا هكذا مدح الله سبحانه وتعالى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا حاجة صغيرة ولا حاجة بسيطة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وبعد ذلك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقشح نفسه فأولئك هم المفلحون وقلنا يا أخواننا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة حاجات إنت ما فيك بتدخل الجنة إن شاء الله تعالى وربنا بيغفر ليك أي حاجة غير الثلاثة حاجات دل قلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة من لم يكن فيه غفر الله له ما سواه لمن شاء من مات لا يشرك بالله شيئاً ولم يكن ساحراً يتبع السحرة ولم يحقد على أخيه المسلم طيب ما هي الأسباب البدعين على سلام صدورنا الواحد يقول لك خلاص أنا يا شيخنا أنا داير قلبه يكون نظيف ما داير يكون فيه حقد ولا حسد لأحد من الناس الحاجات البدعين نشنو الحاجات كثيرة لكن أنا سأذكر لك بعض منها بس دلو وضبت عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى قلبك دا سيكون نظيف بإذن الله سبحانه وتعالى الحاجة الأولى أكثر من الدعاء أكثر من الدعاء أن ربنا يصف في قلبك دا من الحقد والحسد ولا تحمل في قلبك لشيء من الناس الله سبحانه وتعالى قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يعني كانوا بيدعو الله سبحانه وتعالى الحاجة الثانية داير قلبك دي يكون نظيف هاي أكثر من قراءة القرآن اقرأي القرآن بتدبر وبتمعن القرآن دا يطهر القلب يعني القرآن عشان ينفعك لابد تقراه بتدبر تقراه بخشوع تقراه بتأمل لما تقرأ القرآن حتلقى عاقبة الظالمين ما حتظلم أحد ما حتظلم زول لما تقرأ القرآن وبشوفي عاقبة الحاقدين الحاسدين اه ات بتعمل حسابك اذا الحاجة الثانية يا اخواننا عشان نصفي قلبنا من الحقد الحاجة الثانية البدعيننا قراءة القرآن الكريم الحاجة الثالثة قراءة سيرة السلف الصالح كيف كانوا ما بيحملوا في قلوبهم حقد ولا حسد لأحد من الناس سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه جاءه أحد من الناس وبيقى يسبه يتكلم فيه كلام ما أنزل الله به من السلطان قام لما نجى راجع على البيت ناس البيت قال له والله يجاك فلان والله ما خلالك صفحة نوم فيها ما كان من الإمام الشافعي شال صحن وخطى فيه تمر تمر الواحد ده بلح يعني قام مشى دق الباب بتاع الزول ده قال له منه قال له محمد بن إدريس الزول قال والله أي زول اسم محمد بن إدريس خطى فيه في راسي إلا محمد إدريس الشافعي لأنه قبل الصباح كان مشى ليه وسباه ونبز وما خلالي صفحة نوم فيها لما انطلع شاف الإمام الشافعي قاقل قدام الباب قال له يا فلان لقد علمت أنك أهديت إلي من حسناته ولم أجد شيئا أكافئك به إلا هذا الصحن الذي فيه تمرات فخذه مني وتقبله يا الله الزول وقع تهد قال له سألتك بالله يا إمام سألتك بالله يا إمام أن تعفو عني فعفى عنه الشاهد لابد نقرس سلف الصالح حتى إن شاء الله تعالى قلوبنا تكون نظيفة ولا نحمل فيها حقد ولا حسد لأحد من الناس أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر